التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بسيد راجنا الثينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت المسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تنول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية واعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة اواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصادقين من جانبه اعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الاقليمي والدولي متمنيا ان تشهد المرحلة القادمة دعم افاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت اهم الانشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة